سلام أنا رون مقطع جديد وقصص مضحكة جديدة صلوا عن نبي يلا نبدأ طبعا اليوم قصص أو مواقف مضحكة نبدأ مع الموقف أو القصة الأولى تقول واحدة أنا زوجي كذاب من تزوجته وهو أكبر كذاب بس ما كنت مكتشفتها يعني كنت على نياتي أصدق أيام الملكة كان يقول أنا روحت فرنسا أو سفرت فرنسا بالنسبة لي كأني رحت البقالة هو كذاب أعجز إنسان في الدنيا لدرجة أنه ممكن يطالع فيلم خايس المدة ثلاث ساعات عشان ما يأخذ الريموت ويقلب معنا الريموت في يده بأيام الملكة كنا طالعين بالسيارة ومر من جنبنا عامل نظافة قام قال تدرين هالعمال اش قصتهم قلت اش قصتهم قال هذول عائلة كبيرة من بنقلادش جدهم الأكبر مسوي اتفاقية مع الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه إنهم يمسكون إنهم يمسكون عقد النظافة في السعودية مدى الحياة طبعا أنا وجه كذا اللي قال معقول ما تعرفين معروف القصة هذه عائلة محمد محروس في بنقلادش من أكبر العوائل ما تشوفين كل شخص بنقالي ينسميه محمد على جدهم الأكبر طبعا أنا صدكت ورحت كشخت على أخواني كيتلهم السالفة ويجي أخوي الكبير وينتفني طبعا أخوي هذا خريج علوم سياسية ومثقف فاهم كان مثلي الأعلى بالثقافة والذكاء قال انتي خبلة يا خسارة تعليمك يا خسارة اللي خسرناه عليك يا خسارة المكرونة والبطاطس اللي تسطينها كل يوم يا خسارة اسم العيلة اللي شايلته زوجك أصلا معروف إنه أكبر كذاب وقاعد يستهبل عليك يا الخبلة تحسبوني اقتنعت من كلام أخويا لا يعني ايش أقول لكم الحب أعمى روحت للحب حقي رجعت له ديك أخواني كمان ما يعرفون عن عائلة محمد محروس هذالا ما شاء الله عليك فعلا الحب أعمى تصدق طاحوا من عيني يقولون عنك إنك تطلع الكلبة من جيبك قال زوجي معلش معلش خليهم يتمسخرون بكرة الدنيا تثبت لهم ومرت الأيام وزادت الأكاذيب إلي ما بدت تتباني وبعدها صرت أقول لي أقول هيا أنت جالس تكذب علي قلوا بس عشان تبحكين ووقتها كان لما يكذب على طول بعدها يقول أمزح إلا سالفة عاملين النظافة وعائلة محمد محروس هذا ما قال لي إنها كذبة ومرت السنين وأنا أروج للإشاعة هذي كل ما شفت أحد أقول له عن المعلومة الحلوة هذي لأنا سمعتها إيلين ما يوم سمعني أقولها لعيالي قام قال حبيبتي أنا آسف أنا ما أقولت لك ترا السالفة هذي تأليف نسيت أنا والله مرة أنا أنهارت حسيتني غبية تلا المرء يكذب حتى يكتب عند الله كذابة بس ممكن أعرف كيف جت في بالك هذه القصة قال أبد أيام الملكة أنت دايما ساكتها واقفين عند الإشارة وطفشان مرة عاملة النظافة وجت في بالي الفكرة قلت والله صادق عنك أخويا يوم وقال أنك تطلع الكذبة من جايبك خسارة الكبسات اللي تلطها على حسي وبشركم إلى الآن ما عتبت فرنسا صدقون أنا نارون على الفيلم اللي قالوا والله ينفع يكتب سينياريوهات أقسم بالله بس تخيلوا عدد السنين من الملكة إلي ما جابت عيال وتقولها لعيالها آه يقهر طبعا الحين اللي بقوله مو مبحكة لكنها حلو هذي تقول أنا متزوجة من 12 سنة وزوجي طيب وكريم وحنون بس ما عندها حركات رومانسية ما عندها شغل هدايا ومطاعم سهرات ما فيه ما يطيق الطلعة معايا من الدوام للإستراحة ما يجي البيت إلا وقت النوم ولما يضيق صدري وحسني ناك صحنان أبغى رجال معاي احتويني يلفبي بالأسواق أمسكي ده مثل باقي الحريم مو أجلس بس أدوج بعيالي كأنه ما عندي رجال ودائما نتهاوش أنا ويا على هذه السالفة إيش موقعك أنت في حياتي كزوج كذا على ورق بس ويبدأ يأكلني بالكلام أنت أمي وانت أختي وانت حبيبتي وانت وانت ويلعب علي بالكلمتين هذه وأسكت لكنه ما يغير من طبعه ولا شي وأنا أتصبر وعقل نفسي وقل خلاص إيش لي أنا زوجي يحبني وأنا أحبه وخلاص بلا هذي خربيط أنا عندي سواق وأقضي مشاويري ولو أنه يبقى بداخلي حساس بالظلم وخصوصا لما أشوف البنات أزواجهم يرسلونهم مسجات يطلعون معاهم أحس بالغبنة وفي رمضان مرة وأنا أدعي بالوتر دائما أدعي بالجنة بالرضى بالمغفرة أستحي من ربي أدعي بأشيات هافة ودنيوية أحس أنها عيب عليها كيرها غريبة شفيها ولكن هذه المرة دعت وقلت يا رب تحنن قلب زوجي عليك وقعدت أدعي بالتفاصيل الصغيرة التافها اللي أنا أشوفها تافها بالعشر الأواخر لقيت ودخل علي الطقم ذهب لأول مرة من 12 سنة زواج تخرجت حملت ولت أربع مرات ما قلت جاب لي وردة الآن الطقم ذهب أنجلط وقعدت أقول قول لي أقسم بالله أنك رايح السوق عشاني عشان تشتري لي الطقم هذا ماني مصدكة وهو عادتك إذا كل عيد أو إجازة يسافر مع أخويا وهذه السنة يام سافر يرسل لي مسجات فاقتك السفر موح لبدونك فاقد حنانك وضحكتك أحس الرجال مسحور مو طبيعي وأنا من قوة الصدمة صرت أخاف منه ماشي ماني متعودة على الدلال يا عملي زي ما يقولوا من تعود على القلق ظن أن الطمأنينة إيش كمين اللي بقوله تخجلون وادعوا ربكم بكل شي تحتاجونه مهما كان تافه ودنيوي لأن ربي بس إذا أراد قال للشي يكون فيكون اللي بعده هذه تقول وأنا بالابتدائية كنت شقية شقية مرة شقية الأبعد حد خصوصاً ما عندي أخوات وعايشة بين العيال فأخذت من طبا يحرم كثير وما في أحد ما كفخته سواء في العائلة ولا براء العائلة وأنا بثالث ابتدائي كنا بحديقة وطبعاً ولا بنت رضا تلعب معايا من نعومتي الزايدة ولما جت بنتجلسة تسالف معايا وإحنا جالسين مع بعض أشرت لي على بنت قالت شفتي هذه قلت شي يشبهها قالت هذه أختي من أبويا وتعذبني وتكفخني من هذا الكلام أنا تعاطفت معاها وقيل بيعورني قالت لي روحي ضربيها أخذي حقي هنا أنا نطفيني عرق الفزعة قلت بس ألي همك وقمت ورحت متوجهة للبنت وحاس أني مصارع متوجهة للحلبة وأدي البنت ضربة على رقبتها والتفت وطلعت فيني مصدومة وعطيها كف والأمي تشوفني من بعيد وتجي ترقض وتصرخ وتمسكني وتكفخني تكفيخ قالت لي أنا شا قلت لك قبل ما نطلع من البيت طبعا إحنا لازم قبل ما نطلع من البيت أمي تديني محاضرة طويلة عريضة ما فادها أني أعقل وما أمد يدي على أحد طبعا كل ما جيتها بأشرح الأمي تسكتني بضربة وخلتني أعتذر من البنت غصبا عني بعدين قلت الأمي السالفة قلت هذي مسكينة هذي أختها من أبوها تضربها قلت أمي تعالي وإنتي إيش دخلك خواتب كيفهم إنتي إيش عليك منهم وراح أتمي للبنت الأولى اللي كانت جالسة معي اللي قالت روحي أضربيها وسألتها هل فعلا الكلام هذا صحيح وذي تعذبك قلت لا أصلا هذي أختي وأحبها بيالله ونعم الوكيل جحدتني إذا عرفت نفسك في يوم اللي يوم تراني ما أنا مسامحتك ها صدقون مدري يمكنها فعلا تضربها بس يوم شافة الأم خافت الله أعلم بس حبيت روح الفزع اللي فيك اللي بعده تقول هذه السلفة صارت لأيام الثانوي كان أبويا هو اللي ودينا للمدرسة بسيارته بحكم منها بعيدة شوية وقروبي كلهم أو شلتي كانوا يجونوا في باس وذاك اليوم قالت لي صاحبتي بكرة تعالي معنا في الباس لأنه أصلا كذا كذا يعدي على بيتكم تعالي لو مرة جربي والله بنفلا مع بعض قلت الأبويا ووافق وفعلا جاء بكرة وركبت الباس وسوالف وضحك وطقطقة والبنات كل شوية ينقصون إليه ما بقي إلا أنا وبنت جيرانا بس ووقف عند بيتها وكنت أفكر بيني وبين نفسي أنزل معاه وأمشي لبيتنا ماشي بيتنا كان وراهم ولازم نلف علشان نجيه وقول في نفسي هوا حر ليش أنزل خاص خليه هو يوصلني نزلت بن جيرانا وقلت له لف يسار قال يسار وقلت إيوه يسار قال طيب شوي بس أشرلي كذا بيده ولف يمي كلمتهم يقول لي شوي بس تنعادف ابني وأسمحها كذا صدى شوي بس شوي بس حسيت رأس صدع خلاص بدوخ بدوخ وكلبي يدق يدق بقوة قاعدت أصارخ أقول ليه في يسار ليه في يسار بيتنا يسار أنت فين مديني قال أجلسي طيب قلت ما رح أجلس نزلني نزلني وشفت سيارة شرطة من بعيد وتمنيت أطير لها ولا أكون في الباس هذا الحالي يوم قلت له نزلني قال لحظة لحظة وطول هذه المدة كان يلفلف ويدخل حارات وأنا باللحظة هذه قلت خلاص خلاص بستقبل أنتها خلاص الرجولي ترجف بالقوة أنا واقف وماسكة في المصورة وهو كان يسرع إليه خلاص أنا وصلت معايا وقمت أصاره وأقول ليه ما لفيت يا سار فجأة هو أمفجر قالي أنتي تستهبلين يا سار أصير عاكس عاكس أنتي ما تفهمين يا بنت الناس وقتها أنا تنفست الصعداء بالي أقول يا كلب ليه ما قل لي من زمان أنا نجلط حجدت واخدت شهيق وزهيق لا زهير لا شهيق وزفير وطول ما هو يلفلف كان يبقى يوديني لبيتنا لكن من طريق ثاني عشان ما يعكس إليه ما جابني حارتنا وقال ها فين بيتكم قلت لدهم قدهم عند الجمس الأسود اللي هناك وأنا أشوف بيتنا خلاص وقال لي مرة ثانية أركبي في باصة بفلان هو تري سواك حيكم يا شيخ أحلك شعري صفر كبت باص مرة ثانية جلست ناظر في بيتنا نظرة اللي مسافر بره خمسة سنين ودوب ويرجع ونازل قلت له أديك العافية حس قال الله لي عافيك ما صدقت أنسدع على سريري وانفجرت بحكة على تفكيري وقل في نفسي إلا غصب بغايع كس هذه تقول أنا طالبة مبتاعتها جديدة لسه ما كملت السنة قبل ما أسافر لأمريكا حجزت عند عائلة أمريكية ولما وصلت سكنت عندهم هذا كل بيت اللي يفتح النفس وأحسن شيء في البيت إنه ما عندهم رجال يعني أخذ راحتي في البيت ولا أشيل هم حجاب ولا هم يحزنوا طبعا رحت ما أعرف إلا اسمي بالإنجليزي تقريبا يومين بالطيارات إلى ما وصلت وبعد الله يسلمكم نمتي يومين اليوم الثالث اليوم الثالث تروشت ولبست ذاك القميص الراز البارد الجديد الملون الفرايحي ونزلت عند المدام ولقيت أخويا صاحي جالس بالصالة جلسنا على اللابتوب نخلص لنا كذا شغلة وهي قاعدة معنا تحاول تفك الطلاسم شوية دق باب البيت وقامت تفتح إلا رجال طول بعرض بنص الصالة واقف مبتسمي بغي يسلم علينا الظاهر إنه قالت لأنه عندي طلاب جدد المهم أنا تسمرت بمكاني أبغى أهج ما يمديني غرفتي في الدار الثاني والرجال قدام الدرج أدور شي تغطى فيه ما لقيت وأخوي أدور معايا شوية لقام أخوي حولي يغطيني كذا واقف قدامي فجأة الدنيا حولي غبار غبار أنكتمت استوعبت إن أخوي سحب فرشة محطوطة على الكنب وهم يستخدمونها للزينة وطشة علي رماها قطاني فيها طبعا هذي كلها الحاسة والرجال والمروك فيه طالعون فينا إيش الدودة اللي قرصتنا هذي وقمنا ننتفط الرجال حس أنه سوى شي غلط وطلع من البيت وأنا على طول طلعت غرفتي الحرما جلست أسبوع كامل خايفة من اللي سوينا تحس بالنمخة نفاصل إذا دخلنا غرفنا تشيز طالع كذا من باب غرفتها وحنا ما ندري كيف نفهمها لقينا واحد يتكلم عرب إنجليزي كيبورد مواحد وخلنا يفهمها أن الموضوع عشاني أنا محجبة وقال لها أنه لا تدخلين رجال البيت اللي لما تقريلها يعني الله لا يوريكم قعدت أسبوع كامل خشمك كذا متورم وأحمر من الغبار وروحت على طولة خدت الفرشة هذه وغسلتها عشان لو تكرر الموقف ما أكلها على راسي آخر موقف عندنا هذي تقول كنا مسافرين الجزيرة وجالسين على البحر أنا وأخواتي ثنتين وقع الاختيار على البنانا عبارة عن قارب ينتفخ ويركبوا فيه خمسة ويسحب قارب كبير أنا أشوف اللعبة قدامي تخوف تناقص بقوة قلت أنا لا ما راح أركب قالوا لا تكفي لازم نركب لازم خمسة وما أنا أبغى أحد غريب يركب معنا وجلسوا ربع ساعة يقنعون فيني وأنا استحطت حسنت أني ذليتهم ووافقت ونروح نركب وأنا خايفة قلبي قلبي معورني وقعد أرجف أحس أنه بيصير شيء كبنا وبدأ يسحبنا وروحنا بعيد وبدأ يسرع عكس الموج والبنانا هذه تنط تناقص وأنا قاعدة أبكي لكني بنفس الوقت أضحك حتى ما أبغى أحد ينتبه لي والفشلة صدق من زوج أختي والأخواني بكيفهم المهم كان مسرع ولازم نتمسك ونضغط رجليننا قدام عشان ما نضيح أنا من القرادة كنت بالطرف لف بقوم وفوق الموج فلتت يدي وتشقلبت بالهواء فجأة وأنا في نص البحر لحالي وأشوفهم ماشين ولا وقفوا لي لحظة هدو بعد ما استوعبت اللي صار جلست قريبا دقيقة وبعدها بدلت أصارخ أصيح وشفتهم جايين رجعوا لي ووقفوا عشان يسحبوني وكان أقرب شخص لي زوج أختي ما ديده يقول لي امشي امشي وأنا مستحية وأصيح قاب طايح ورفضت من يدي تفشلت لأن نقز أخوي وسحبني وركبت القارب ورجعنا للشاطي وأنا أبكي هايفة وأخاصمهم وأقول الله ياخذ اللي يطيعكم مرة ثانية تقولي أختي ترى ما حسنا فيك أنا التفت ما لقاتك جنبي قلتوقف ووقف وأختي مدري فاني وبنسي يا حلوين اللي هنا يكوصل نهاية فيديو اليوم إذا جبكم المقطع لا تنسوا تضغطونا على زر اللاك تشتركوا في القناة موقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن كان معاكم رون سلام طبعا قاعدة أسوي فقرة الآن في السناب لاحقوا عليها